بعد مرور عقد في العراق دون إجراء انتخابات محلية عادت أبواب المحطات الانتخابية بصناديقها وأوراقها وجهزتها أمام الناخبين الذين أعلنت المفوضية أن إجمالية عددهم في عموم البلاد بلغ 16 مليونا و 158 ألفا و 788 ناخبا يشكل الناخبون الخاصون منهم منسبته 6.2 بالمئة من الناخبين كما بلغ في التصويت الخاص 706 ألف و 805 ناخبين من أصل مليون و 50 ألف و 653 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 67% الانتخابات التي خاضت قوى سياسية فيها مراحل التنافس وعض الأصابع ودخلت تحالفات منها في قوائم الانسحاب وأخرى في المشاركة الفاعلة بتفاؤل الفوز الكاسح جرى مراقبتها بـ 500 مراقب محلي ودولي وبأكثر من 110 ألاف كاميرا بواقع كاميرتين في كل محطة اقتراع برز فيها الحضور الأمني باستنفاره في تأمين عملية التصويت الخاص وكذلك خطته الأمنية للاقتراع العام ومع تعهد أعلنته المفوضية بعدم تكرار أخطاء ومشكلات فنية في التصويت الخاص بعد إعلانها عن خلل حصل ببعض المحطات في التصويت الخاص لن ينسحب على الاقتراع العام وفي حال وجود أي خطأ كان الإجراء الذي تعهدت به المفوضية متمثلا بعدي وفرز المحطات يدويا أمام أنظار الإعلام وممثلي الكينات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين وحفظ البيانات والأوراق بشكل مشفر ومؤمن الخطط الأمنية والاستعدادات اللوجستية كانت ثيمة الاستعداد لانتخابات محلية يريد العراق أن يسجل من خلالها تفوقا في العملية الديمقراطية في عموم 7,766 مركز اقتراع وبحرص رسمي تمثل بتوجيهات القائد العام لقوات المسلحة للقطاعات الأمنية بضرورة أن تتميز تلك الانتخابات بعدم فرض أي قطع للشوارع إلى جانب توصيات رئاسة مجلس النواب التي تابعت ملاحظات المشكلات الفنية في الاقتراع وعززت توجيهها لمفوضية الانتخابات بتسجيل قصة نجاح في انتخابات طال انتظارها تحديدا ما يطمح إليه الناخبون من إنتاج مجالس محافظات تعود على مناطقهم بحلول جذرية لمشاكل خدمية وصحية واقتصادية وإيجاد حلول لمشكلات البطالة الأكثر تأثيرا على ظروف المواطن المادية والحياتية اشتركوا في القناة